معاكم النهاردة برحب بضيفي اللي منوارني في الستوديو الكاتب الأستاذ بشري عبد المؤمن صاحب كتاب صحافة الهامش أهلا بحضرتك أستاذ بشري والحقيقة أنه صحافة الهامش ده كان اسم يمكن أثار الجدل في أنه يعني إيه صحافة الهامش؟ وهو مين هم المهمشين؟ والمهمشين دول إزاي عندهم صحافة لو هم فعليا مهمشين؟ شكلها إيه الصحافة بتاعتهم؟ صحافة الهامش اسم أثار الجدل بشكل كبير جدا مين هم المهمشين وإيه هي صحافة الهامش؟ في الكتاب كان صحافة الهامش عبارة عن شقين أو جزئين صحافة المجانين وصحافة المساجين المساجين وهم دول المهمشين من وجهة نظر حضرتك أو هم دول اللي عندهم صحافة مهمشة من وجهة نظر حضرتك باعتبارهم على هامش الكتاب الصحفية العادية اليومية اليومية أيوة أيوة فهم صحافة المجانين وصحافة المساجين بالضبط شكلها إيه الصحافة دي؟ ابتدتها إزاي؟ فكرت فيها بأي شكل و بأي طريقة كنت حابب أنك تترحل القارئ؟ الفكرة بدأت من تحقيق قراءته في الأرشيف سنة 63 الأستاذ إسماعيدي يونس بيتكلم أنه دخل المستشفى العباسية وشاف مجلة حققت فبدأت أدور على أصل القصة وإيه المجلة دي ولقيت موضوع عنهم بأنوان صحافة المجانين في مجلة المصور فبدأت أدور على القصة وشوف إيه الصحافة دي وده تجيب عدد هو غير مختامل لكن عدد من الصحافة اللي قدموها فقد مفاجأة بالنسبة لي صحافة بكل معقلها اليومية يعني صحافة 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 وكان عندهم الملكة دي يعني هل كان فيه منهم من المجانين أو المساجين اللي بيملكوا هذه الملكة الصحافية أنه هم يكتبوا أنه هم يعبروا أنه هم يتحكوا أنه هم يقلفوا يعني أي مكان إيه الصحافة اللي كانوا بيقدموا في ظنني أيوة في ظن حضرتك أيوة كانوا بيملكوا كل أدوات الصحافة يعني بكل أشكالها كمان حتى أنواح يعني فيه تقرير وفيه يه فكاهة وفيه باب للفكاهة فيه كتابة ساخرة فيه حد بيكتب مذكرات يعني الحقق فيها كل اللي بيشوفه الصحافة اليومية ولكن بدون أي قيود بدون أي ترتيب طبعا بدون أي مساعة حرية أعلى بكتير طبعا